الجمهور أكيد أنه مترقب ودير بي جدة جاي الاتحاد مع الاهلينة الاتحاد هو صاحب الأرض رح يكون فحسب معلومات وصلتنا قبل البث أنه في جهود كبيرة قعدت تبذل وزارة الرياضة من أجل تجهيز ملعب الأمير عبدالله الفيصل أعتقد يا الليلة يا بكرة رح يعلنون إقامة المباراة على ملعب الأمير عبدالله الفيصل بعد غياب أكثر من تسع سنوات الملعب الآن كان في بعض النقاط بس يعني يبغوا يتأكدون منها لا تنسوا الملعب لم تقام عليه أي مباراة يبغوا يتأكدون من الساعة بدوا يجربون الساعة النتيجة بدوا يجربون بعض الأشياء في عمية الدخول ويتأكدون بعض الأمور متعلقة بالسلامة مراجعة لعمية تجارب الأمن الصناعي كيف التعامل أول مرة يشغل الملعب فكان فيه فكرتين أن الملعب يتم تشغيله في مباراة يكون عدد المجمهور فيها بسيط فيه رأي آخر لا خلينا ندخل تحدي يعني يتم تشغيل الملعب في مباراة كبرى اللي هي مباراة الاتحاد ويبدو أن الأمور متجهة لهذا الأمر حتى الآن لم يعلن من وزارة الرياضة والاتحاد السعودي ورابط دوري المحترفين عن إقامة مباراة ديربي جدة يوم الجمعة المقبلة بين الاتحاد والأهلي في دوري الأمير محمد بن سلمان لكن حسب المعلومات التي توفرت لنا قبل اليوم الحلقة أنه تم تجاوز العقبات أو التعديلات اللي كانوا محتاجينها وأنه الطاقم اللي موجود في وزارة الرياضة أبدو استعدادهم أنه جاهزين للتعامل مع هذه المباراة وإن شاء الله نقدر نقول أنه ديربي جدة بين الاتحاد والأهلي رح يقام على ملعب الأمير عبدالله الفيصل